بدون أدنى شك يعني هذا التصرف اللامسؤول الذي وقع يوم أمس على قاعدة التاجي سوف تكون عواقبه وخيمة جدا نحن حذرنا قبل الآن يعني في اقتحام السفارة إذا تتذكر جنابك حذرنا أنه العواقب راح تكون وخيمة وفعلا اللي صار كان بسبب مقتل مقاول جنسي الأمريكي أمريكي الجنسية وعراقي الأصل في قاعدة كيوان مما أدى إلى قصف مواقع الحشد واقتحام السفارة وبالتالي إلى مقتل قاعدة الحشد وقاعدة فيلا قدس والرد الإيراني يعني يجعل العراق على كف أفريد هذه التصرفات اللامسؤولة والأهم من ذلك أن قوات التحالف الموجودة أتوا إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية لمساندة القوات العراقية في محاربة داعش فلا يجوز يعني هذا انتهاك واضح وخرق لكل المواثيق وكل المعاهدات الذي برأيي الذي يقوم بهذه التصرفات ليجامل جهات أخرى يغامر بالشعب العراقي وبالدولة العراقية لأن العواقب سوف تكون وخيمة وأمريكا ليست دولة ننظر إليها بالعين الصغيرة أمريكا أعظم قوة بالعالم اقتصاديا وعسكريا وإلى آخر ترجمة نانسي قنقر